صبي عمره 18 شهر صار يمشي بس بمشيش لحاله لازم يكون بيستعين بكنباي بكرسي بحتى المشاي اللي موجودة الان وهي الام خايفي اولا مبين واضح انه الصبي نضج ناضج وبقدر يمشي بتركى بعده معناه في عنده هيك شوية قلق ومخاوف انه يترك بديك تفحصي واكيد فحصتي عن طبيب ونتيجك كانت سليمي اكيد هذا مهم مهم كتير انك تفحصي بس بما انه بمشي وبتركع الكنباي بتركع بأجر الطاولة بمسك ايدك هذا بدليل على انه اطورت شخصيته باطرافه بالاجرين يعني القدمين والساقين صاروا بقدروا يمشوا الان بدك انت تحفزي على انه يصير يمشي لحاله كل ما قلتيله اترك تقدر تمشي لحالك تعال تعال واترك بزيد اكتر يخاف بدك تحطي قدامه مثيرات اللي بعيدة شوي عنه بعيدة شوي مش كتير يعني مثلا هو بينه وبين الفحجي طابة عم تتدحرج شافها عم تتدحرج اثارته كل قضية انه هو قاعد بكون واعي لانه بقدرش بنسى يستفاز يثار وما بتشوفه ولا ترك بس بترك للحظة وبركض بعدين بعود برجع بيمسك هاي هي بدايتها كمان اثارة تانية مثلا تحطي قدامه اللعبة بحب يلعب فيها مثلا دراجي بحب يلعب توستر هدول جنبه قريبين منه اللي هو بحب انه يترك ويصلهن وبقدرش يصلهن هو يمسك الكنباي كمان بنسى حاله وبترك وبوصل للدراجي بوصل للتوستر اللعبة مثلا صفت علبة العاب اللي هو كتير بنشدلها برغب فيها هاي موجودة دايما قدامه وبحب انه يلعب فيها بعمل منها برج مثلا مرات كتير حلقات اللي بركب منهن فوق بعيد كبيره واصغر واصغر والوان الوان بتشده كمان نفس الاشي بترك وبنسى حاله اكلة بحبها تفاحة مثلا اشي مثير برغبه على انه ينسى انه هو بتركها وبس غير هيك فيش اسا مدلا دك تحكيله قصة بحبها كتير قعدت بعيد شوي حتى ومسكت الكتاب والكتاب هاده هو بحبه قصة بحبها كتير كشكش مثلا واصبع المجروح نفرد كشكش ويساعد النمل هاي بحبها بترك وبيجي مشان يقعوا جنبك انت بتكوني قاعدة على الارض بعيدة شوي على السجادة حتى انه ييجي بترك بين غير ما ينتبه كل الازمن اللي انا عمالي بنصحك فيهن هني انه ينسى انه بخاف ينسى انه هو بتركع ينسى انه هو بده يمسك حدا وهون انت بتكوني مرنتيه ولما بعملها زقفولو اعملو هيك شوية تهريجي صغيري حتى انه يحس انه انجز ويوم ورا يوم ابعدي بحدي الاشي اكتر ابعدي انت اكتر لما بديك تسرد قصة اللي بصير كمان يخطو خطوطين وبالاخر بدي اقولك هو لحاله راح يخطي بدون حتى هدول الفعاليات يعني انت بدك تسرعي لانك بدك تشوفيه بمشي بتدريبك مفيش مانع بس لحاله بكرة هو راح ينسى حاله ويمشي شكرا